ينضم إلينا يمان السيد مراسل أورينت نيوز مباشرة من اسطنبول أهلا بك يمان إذن ظاهرت كتابة الشعارات من جديد والعبارات المنددة بالنظام والمطالبة بإسقاطه تتجدد وتتوسع رقعتها في أماكن ربما لم يخطر للنظام سابقا أنها ستكون فيه هل لك أن تضعنا في تفاصيل أوفا؟ نعم جمان وما يؤكد ما تحدثت به أن النظام لا يتوقع أن تقوم هذه المناطق بكتابة مثل هذه العبارات وما حدث في جيرود منذ عدة أيام وهو إرسال المكاتب الأمنية والأفرع الأمنية في العاصمة دمشق إلى المكتب الأمني في جيرود من أجل التجهيز لمسيرة تندد بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص اعترافها على وجود إسرائيل في الجولان وكان طبعا بعد أن تم كتابة هذه العبارات قد أرسل إلى المكتب الأمني في جيرود بإلغاء هذه المسيرة وتأجيلها لعدة أيام طبعا الكتابات التي كتبت على جدران مدينة جيرود هي كانت تطالب بمحاكمة بشار الأسد وأيضا تتحدث عن أو طبعا تم كتابة بعض العبارات عن الجولان وعن بيع نظام أسد لإسرائيل وبيع نظام أسد الجولان لإسرائيل وعبارات أخرى طبعا امتلأت بها جدران جيرود طبعا بعد أن تم اكتشاف هذه العبارات على الفور طبعا أرسلت ميليشيا أسد الطائفية تعزيزات ضخمة إلى المدينة منها طبعا قناصات انتشرت على جدران المنازل بشكل كبير وأيضا تعزيزات عسكرية من سيارات ومدرعات وآليات ثقيلة دخلت إلى مدينة جيرود وطبعا خلفت اعتقال تسعة شبان في الدفعة الأولى طبعا ميليشيا أسد الطائفية دائما ما تقوم بمثل هذه الأمور دائما ما تقوم بحملة اعتقالات تكون مبدئية ومن ثم طبعا بعد اطمئنان الأهالي بأن الحملة انتهت وانتشار الشبان وعودة الحياة إلى المدينة ترسل تعزيزاتها الأضخم وتقوم بإغلاق المدينة بشكل كامل وإغلاق الطرق الفرعية المؤدية إلى الجرود أو إلى البساتين والأراضي الزراعية من أجل قيامها باعتقال المزيد من الشبان وهذا حقيقة ما حدث في عدة مناطق شهدات خروج للعائلات والجيش الحر إلى الشمال السوري كان دائما ما يقوم النظام بمثل هذه العمليات ومن ثم طبعا يقوم بحملة اعتقالات تكون هي طبعا الأساسية والأولى تكون فقط تمهيدية وإنما للفت أنظار الأهالي بأن الحملة انتهت على هذه المدينة طبعا مدينة جيرود لم تكن العملية الأولى التي يتم اعتقال الشبان منها حدث طبعا خلال الأسابيع الماضية أيضا حملة على جيرود ويبرود وعدة مناطق في القلمون الشرقي وتم اعتقال عشرات الشبان على خلفية طبعا إما الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية أو حتى كان له علاقة في الثورة السورية منذ بدايتها الحجج بالاعتقالات تتنوع يمن ولكن إذا نظرنا إلى جغرافية الأماكن أو البلدات أو المحافظات التي تكتب فيها العبارات المنددة بالنظام والمطالبة برحيله يعني نحن نرى ريف دمشق السويداء درعا حمص يعني حتى جغرافيا تطالوا سوريا بجميع أبعادها بالفعل جمانا يعني لم يقتصر الأمر فقط على درعا والسويداء الآن هذه الظاهرة طبعا امتدت إلى معظم مناطق دمشق وريفها يعني هنا نتحدث نحن عن دمشق بما فيه حي جوبار حي برزا القابون وأيضا مناطق جنوب دمشق والغطاء الشرقية امتدانا إلى القلمون الشرقي والقلمون الغربي كان به عبارات طبعا مناهضة لميليشيا أسد الطائفية بالطبع يعني لا تزال طبعا الأهالي الذين شهدوا القصف خلال السنوات الماضية لا يزال هناك طبعا نبض ثوري في هذه المناطق ومن طبعا عاش الحرية خلال السنوات الماضية لا يمكنه الآن أن يعود كما كان طبعا قبل الثورة السورية أو حتى أن يخاف من نظام أسد الطائف هو يريد أن يعبر عن وحشية النظام وخصوصا طبعا في هذه الأيام التي تشهد المناطق التي شهدت مصالحات بعد أن كان هناك وعود بأن لا تتعرض ميليشيا أسد للأشخاص الذين حصلوا على بطاقة التسوية وإنما حدث العجز كل من يحمل بطاقة التسوية أو سواء لم يكن يحمل هذه البطاقة هو معرض الاعتقال وحقيقة أرقام مخيفة التي صدرت منذ الأشهر الماضية طبعا هناك عمليات أتقال لألاف الشباب في هذه المناطق لا ضمان على الأرض لعدم الاعتقال فالحجج كما قلنا كثيرا ويتم الاعتقال على أساسها شكرا جزيلا لهذا الإجاز يمان السيد مراسل أورينتو نيوز كنت معنا مباشرة من اسطنبول ترجمة نانسي قنقر